بالنسبة للتأثر على الماتش النهاية أولئة بتاع البطولة الإفريقية هي المشكلة النادي الأهلي لما بتكون فيه مسابقة طويلة اللي هي بتعتبر المسابقة الرئيسية اللي هي الدور العام في كل العالم هو الدور العام هو الفروب بتبقى كبيرة جدا بينه وبين منافسية لكن لما بتلعب مباراة واحدة فرصك بتبقى أفضل ولكن كنها مباراة واحدة كأنها مباراة كؤوس بتبقى الفرص بتتقارب مع المنافس طبعا منافس كبير كمان بحجم النادي الزمالك لكن حتى لو ما تكلمناش عن الزمالك لو كلمنا كان لو الرجاء هو الواصل النهاي أو أي فريق تاني أو حتى فرقة في الدور المصري متأخرة في الجدول لما بتلعب مباراة واحدة صحيح أنت فرصك بتبقى أكبر ولكن الفرص بتقل بتغير لما بتلعب عدد كبير من اللقاءات يعني أنا لو بلعب مع منافس أقل مني عشر مباراة أنا ببقى عارف مثلا هكسبه في تمانية وممكن أتعادل واحد وممكن يحصل مفاجأة ويكسبني مر لكن لما بتكون مباراة واحدة ممكن المفاجأة تحصل في هذه المباراة هو ده بس الفرق بين مسابقة طويلة زي الدور العام أو المسابقات اللي بيبقى زهاب وعودة ومباراة كتيرة ومن المباراة الواحدة لكن نادي الأهلي برضو أرقامه دي بتدي له أفضلية وبتدي له ثقة وقدرة أنه يفوز باللقاء ولكن ما فيه الشك برضو أن احنا هنقابل أكيد منافس برضو قوي وعنده برضو مقاومات البطل برضو لكن فيه فرق بالنسبة لنا احنا أصدقا